اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد والنهاردة نحن بنتكلم عن مقام النهواند مقام النهواند ويسمو مقام النهواند المنير مقام النهواند مقام رقيق حساس أظن أنه مستخدم في الحواريات القرآنية الحواريات القرآنية لأنه مقام ضيق يعني ما عندوش مساحات واسعة من الصوت لو بيطلع في مساحات واسعة للصوت بيطلع لمقامات أخرى بتقابله في الدرجات الصوتية السبعة التي ذكرناها قبل وقبل أن نتكلم عن مقام النهواند أريد أن أتكلم في العناية بالصوت كيف أعتني بصوتي الصوت يا إخواني معنوي وليس حسي الصوت معنوي أنت ترى تليفش الصوت نسيكه بارش نسيكه عندنا في الإنسان أشياء مادية وأشياء معنوية أتكلم عن الماديات في الجسم طبعا أنت لما بتاكل طعام بتتدوق هذا التدوق معلوم ومعروف الحلو له تدوق معين وغير الحلو له المالح يعني اللي فيه مالح يوه تدوق معين وهذا من إبداعات الخالق جل وعلا سبحانه وتعالى أماكن تحس فيها بالحلاوة وأماكن تحس فيها بالملوحة وأماكن تحس فيها بالمرارة هذه أحساس الجلدي أحساس لما تضع يدك على يدك إحساس لكن فيه أشياء معنوية آسف أشياء معنوية الأشياء المعنوية الأذن أنت عارف السمع بيجي إزاي؟ أو العين كيف ترى؟ أو حاسة الشم بتشم بتعرف ده إيه وده إيه وده إيه وده إيه تعالى على الأذن الأذن هي أصدق شيء عند الإنسان إذا استمعت إلى صوت تعرفه فأنت تعرفه خرص وإذا استمعت إلى صوت مجهول لديك فسوف تلتفت إليه تلتفت إليه عشان تعرفه إيه من قريب أو من بعيد أو المسافة التي بينك وبينه وكذلك بعض القصاصين في الصحراء في عصور قديمة كانوا يضعون آذانهم على الأرض ليحددوا من حولهم من متحرفين فالأذن حينما تستمع إذا كانت ملأة فلن تقلت وإذا كانت ملأة فلن تستمع ولن تقتنع فالأذن لابد أن يكون لها ساعة من السماع حتى تنتبه كذلك الصوت الذي يخرج منك كما ذكرت قبلا يبدأ بمناطق القرار ليس من المناطق العالية لألا يهرب الصوت منك كيف أعتني بصوتي كما كنا نتناقش في لقاء سابق الرياضة الرياضة المشي أو الجري طب إيه بعد كده بعد كده ببتدي أتعامل مع صوتي سواء أكان معنويا أو مادية معنويا كما ذكرت المشي أو العدم ثم النوم الراحة النوم كما يقولون خميرة الصوت إلا لم تنم فسوف تجد صوتك مجهد حتى ليه مجهد مش هتعرفة تستخدم كذلك عدم الاستخدام صوتي السليم يجهد الصوت بعض السادة الأئمة في مصر وغيرها وبعض الذين يستخدمون أصوتهم يشتكوا من عدم القدرة على اكتمال صلاة القيام مثلا في رمضان أو عدم القدرة على اكتمال خطبة الجمعة ليه قلت لهم لأنكم لم تستخدموا أصوتكم الاستخدام الأمثل ولذلك أكرر وأقول هام جدا كيف أستخدم صوتي الذي وهبني الله وإياه أنا طلعت على المنبر قعدت ترفع صوتي وزعق وغفوا الأول بقى وفاجأ أنا نفسي بعد الخطبة مجهد أكمل الصلاة وروا وحنا طب ليه قدام منك ميكريفون والناس أمامك يسمعونك إما عبر الأثير وإما بين الناس أنت بينهم معك الإلقاء نفسه يحتاج لاستخدام صوتي معين وكما ذكرت أنك أنت بيتكلم مين يتكلم فئات كثيرة من الناس منهم المثقف وغير المثقف والرجل البسيط فالحادق من يتعامل مع البساطة في الأداء وليس التكلف هامي جدا لهم نتكلفش يعني أنا بقرأ أأم الناس أو بقرأ في حفلة أو ما شابه ذلك فأنا بأعمل إيه بتعامل مع البسطاء من الخلق بتعامل مع الناس أتعامل مع من حولي يستمعون وكما ذكرت ما من ذرة في الكون كله إلا ولها قلب ولا تسبح معين وذكرت الآية تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم إنه كان حليماً غفوراً هنا أنت تخاطب آذان آذان من؟ كل أذن وليس البشر في حسن طيب أنا قدام مني إيش تكون قدام مني ميكروفون في القبلة لوصل لي بالنس وفاجأة أنا بعد العشر تيام من الأولانين صحتي بدأي إيه؟ يرحل عني طب ليه بيرحل عني؟ علشان أنا ما استخدمتوش كويس يقولي سلامه عليكم استخدمني كويس؟ أمشي معاك لآخر الشهر وليما وإيه لما إن شاء الله سبحانه وتعالى والجارك برضو أنا أقوله وأقول مهم جدا إزاي أستخدم صوتي من العناية بالصوت أيضا وأيضا حصل يعني بعض الإخوان يعني نفزوا اللي العبد الفقير قاله آآ ارتاحوا ارتاحوا جدا أنا عاوز حس عاوز إحساس بالمعنى مش عاوز أطلع المنبر أكون لديه الحرب وخبط وزع وقال ليه ليه وقالوا ليه يعني أنا بدي أفهم ليه الأذن طاردوا عنك إذا أنت طلعت في المناطق العالية وقعدت تزع وتتخانئ ليه دا العملية كلها موعزة حسنة ورقة ولين في الأداء أليس كذلك يا أخواني من النائب الصوت أيضا مسألة الأكل بقى إحنا قلنا المعنويات نقول الماديات واحد يأكل حريف من الأكل يعني زي الشطة والبحرات ويطلع يقرأ لا ما ينفعش يطلق ما ينفعش الحنجرة أو الحنجرة عبارة شعيرات رقيقة يعني واحد يأكل حلو كتير قوي برضو غضو ما ينفعش واحد يأكل ملح كتير ما ينفعش أبدا أبدا الوسطية في تناول الطعام والشراب الوسطية في الشراب فلا بارد لدرجة التجمد ولا ساخن لدرجة الغليان الوسطية تمسك كده سلطنية الشربة وتشرب منها تبقى بتغلي لا أخلي بالك أنت عندك حنجرة ربنا وهبك وهبك إياه لا تستنى شوية والطب بيقول كده حتى على عموم الناس يعني الطب بيقول كده أنك ما تكلش الأكل سخني جدا ما ينفعش وبعدين تاكل إزاي على طول لا ما ينفعش لازم هدوء في الأكل ليه؟ لأن معاك أمعاء معاك يعني من منطقة الأكل الفم والتذوق وما إلى ذلك كل بهدوء كما يقولون يعني دي مقولة أنا معلش أنا لم أستعملها ما يعني كل أكل الجمال وقوم قبل الرجال ما ينفعش في التلام لأن أكل بيتقوده وما علشان الأكل يستقر كذلك في حاجة مهمة أوه يا إخواني الروايح الياطرية الثقيلة ليه بقى زي المسك والعنبر والحجاز اللي هي بيجملوها كده وحشة جدا تبوز الحنجرة تنشف الحنجرة من الداخل طب استغم إيه؟ أنا عاوز بريحتها كويس ها استغم البربان الخفيف المخفف على الملابس وليس ها أمام الفم لا لأنه زي ما قلت لكم وهدي مجربة يعني زي ما قلت لكم إنه العطور الثقيلة بلاش منها خالص حتى ولو ما عنديش عمل ما عنديش شغل يا ما عنديش تلاوة ما عنديش حفلات ولا أي حاج دي مختصر مفيد جدا في الاستخدامات الصوتية أو العناية بالصوت أنتقل إلى ربط المقامين السابقين نربطهم ببعض في إذا حبيتهم واحد يقول مرة بياتي واحد يقول مرة حجاز أو واحد يقول بياتي وحجاز مع بعض لحد كلكم اتخلصوا إيه رأيكم؟ أيها محمد رأيكم إيه أنا باخد رأيكم برضو يعني مش عادين في لا سيب إنا هون دلوقتي خالص عشان لينا فيه أبعاد أخرى يعني بكلم على المقامين اللي احنا خدناهم قبل كده ممكن حضرتك نبدأ ويعني نكمل وارا بعض يعني واحد يقول حجاز واحد يقول واحد يقول بياتي وحجاز بياتي وحجاز عشان نربطهم مع بعض ربط استقلالي شخصي تمام؟ طيب متفقين على هذا يا جماعة؟ نعم؟ تمام؟ يعني تعاملوا معايا ما أنتم احنا في جلسة عائلية جلسة أخوية جلسة محبة فضل من أي موضع شيء من القرآن اربط لي بين البياتي والحبازي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون أخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم أحسن تبارك الله فيك عليه في نقطة حساسة جدا يا جماعة أنا أعوز أقولكم عليها اتركوا القارئ يقرأ فإن سكت فلا تردوه حتى يستطعمكم قالوا إذا استطعمك الإمام فأطعمه سألك لكن هو وفاك بس مستني لما الفكر يجيله لأن ده مجموعة أشياء حولين هذا الأداء صوت وفكر وحفظ وعقل وتفكير وموضوع كبير ومسهل فإذا استطعمك الإمام فأطعمه واستنع عليه لأن القرآن غالب ليس بمغلوب وهذا من عظمة القرآن مجرح دخلني يقول أي موال أي حاجة إلا القرآن وقال له لابد أن كل إنسان منتبه انتباه كامل يعني ما كنتش عند الإنسان أي شيء خالص في الفكر غير إيه؟ القرآن كذلك يا جماعة بفعل ما أنا كنت فاكر الآية بس يعني كنت بدور على حتة خشت على الحجاز منك شفت إزاي؟ ما أنا بقول لك أوه؟ خالي بالك هذه الجلسات مهمة جدا ذهبية بالنسبة لكم وأنا أشكر فضلت الشيخ واجدي على أن أحضركم على هذه الوجبات المكثفة لكي تستعدوا للمسابقة في النائيات مهمة جدا يعني لو كنا رحنا من غير ما نعمل كده كتبقى فيها عشوائيات بقى مش عارفين راحين فيه؟ لكن الآن كل واحد ماسك زمام صوته كل واحد ماسك زمام صوته بارك الله فيك اعطي المكريفون للأخر محمد سعيد حرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تقلل بقى وتظهرها كذلك توكلنا على الله بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا ممكن جواب عكا ربي السماوات والأرض ربي السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا ما شاء الله تبارك الله يوم يقوم الروح والملائكة صف فلا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا طيب طيب ذلك اليوم الحق طيب فمن شاء تخذ إلى ربه مآبا أحسنت أحسنت بارك الله وفيك وعليك صدر الله العظيم مآبا في معلومة أهمة جدا يا جماعة أحيانا نحن بننسى الكلام بننسى القرآن بننسى لي يركزوا في المقام بنركز في المقام لا مش تركز في المقام لا ده اللي بتكلم على وجه العموم يعني أنا بحضر مثلا وعارف إن أنا رايح المسجد عشان أقرأ من أول إن الله اصطفى قادم مش أول ربع لا إن الله أصطفى أول ربع وبعدين راكب العربية أو راكب الوسيلة بتاعتي والإثنيون إعلانات موجودة على الطريق انتبهت إليها هتنسين الرابع بتاعي تصور دي بقى لا تنشغل بغير القرآن وليس معناه إن أنا انفصل على المجتمع فربما لا قدر الله تلاقي حد ساولة تلاقي حدي بيسألك ولا كذا ولا كذا ولا كذا لكن لابد أن يكون القرآن عندك مكانة كبيرة وهذا الذي ينجيك ومعدين التوكل على الله حق التوكل أن الذي ينطيقك هو الله سبحانه وتعالى التخلي عن حولك وقوتك فلا حول ولا قوة إلا بالله هذا الصوت بيد الله تبارك وتعالى طيب ممكن تكون جاهز تمام وأنت متخذ الأسباب تمام لكن لم يريد الله أن ينطق صوتك بين الناس ماذا تفعل؟ معتدر لكن الذي ينسي الإنسان الانشغال بغير الأشياء التي كلفت من أجلها تنشغل ليه بغيرك؟ تنشغل ليه من غير انشغل بنفسك وكون على استعداد وتأهو كامل لتلاوة القرآن الكريم على المسامع بين الناس دي معلومة حبيت أقولها لكم فيه سياق هذه الجلسة الطيبة المباركة يا جبال يا جبال أوبي معه والطير يا جبال يا جبال يا جبال أوبي معه والطير فضلت الشيخ صالح فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعق عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قلت بياتي بعدين حجاز وبعدين حقولت على البياتي تاني طيب أنا عاوز أقفل أقفل حجاز علمنا يعني معلش اللي الأخ الشيخ فاتحي تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان أحسنت لحظة واحدة أنت قلت بمقام مغايد المقامين اللذين كنا عاوزين نقولهم يعني أنت قلت مقام تاني وأنت عارف قلت بمقام إيه حضر نفسك للبياتي مشكلتنا في الاستعجال يا جماعة ما تستعجلوش صدقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم نعم صدق الله العظيم أحسن أهو أنت لو قلت قرار وجواب كده طول الليل الآذان لا تملي منك وأنت مش هتتعب هتراوح مرتاح مش كده يا شيء محمد من سيقول تضل الشيخ عباس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا الله 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 باشترك الله بالخير وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبَرَقُوا وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةَ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا اللهم صلِّ وَسَلِّمُ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِيمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْنَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صدق الله العظيم الشيخ محمد باركة أرجو أن تسمعنا وتشنف آذاننا وتفكر معنا وتحبر بارك الله فيك ووفق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَّلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي لَعِيمِ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدَرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدَرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيبِ أحسنت أهم حاجة أني ختمت عجاز أنت في الآخر برضو عملت بياتي زي ما الشيخ فتحي قرأ والمعلومة جمع هذا الصوت الذي قرأ صوت من مقام البيات المحير يعني فرع هو الفرع ويعلم ماذا يقول بسم الله ما شاء الله فتح الله لنا ولك الأخ محمد عفتاح الأخ عفتاح أيوة أسمعنا ترجمة نانسي قنقر